السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعيدة بلقيكم نتمنى انكم تكونوا بخير ولا خير ودائما مع الوصفات السهلة والسريعة جدا اللي ما غديش يعني تضيعه فيها واحد الوقت تبدلو فيها واحد مجهود وصفات بسيطة ان شاء الله تجربوها وتنال يعجبكم كيف مديمة دائما سنقول لكم انني تنأكد على البنة يعني وصفات لي هما ابنين ورائعين جدا وبيدون مجهود وصفات لي اقتصاديا نبدو على بركتي الله باول وصفة تكون عبارة على مدوب تحليه هي اللولة اللي غدي نديرو باش نخليه هاتي برد ومن بعد غدي ندوزو الباقي الوصافات بالنسبة لتحليه دينا فاحنا غدي نحتاج لها واحد اه تمانمائة مليليلتر ديال الحليب اه اللي بغي دير اكيد نصف ليتري ديرو انا انا ادرت هنا 800 مليليلتر ديال الحليب اه مادية ندر سكار لان الفلون رويال يخدم بهم بجوج هما حلوين الي هادا ما ديش ندر في منايز سكار انا انا ادرت فلون رويال ممكن تديرو فلون شينوا دك الزرق وتزيدو السكار على حسب الضوء ديالكم انا ادرت هنا جوج اكيد دين الفلون رويال انتما ممكن اخواتي تديرو واحد اربعة ولا خمسة ديال فلون شينوا مع 800 مليليلتر ديال الحليب صافي غدي انخلطوا جميع المكونات غدي ندرون فوق البوطة حتى يغلوا من بعد ما غدي يغلوا غدي نحن نحيدو الكسرنا ديالنا من فوق البوطة ونضيفو حل العلبة ديال اليوغورت هاداك اللي كيكون بحج جبن راكم تشترون لكل الحكر الخضر اللي كيكون بحج جبن كنضيفو اه ممكن كيف ممكن نضيفو حد ربعة بتي سويس كيبقى لكم الاختيار غدي نضيفو ذاك الجبن وغدي نخلطو مزيان مزيان بنات هاد المكونات غدي نفرغوهم في ليفيرين ديالنا ولا في الاكواب اللي غدي نبرزنتيو فيهم الفلون هاد الفلون هادا ممكن نديرو حصف مول كبير تبقى لكم الاختيار كتعرفو ان الفلون روايال ولا كيجي مع الكراميل ديالو لهذا كننخلو ذاك الكراميل في ذاك الكويسات ولهذاك ليفيرين من بعد كنصبو ذاك الخالط ديالنا في في الكويسات عادة ما كندير هاد الفلون هادا باللوز يعني كنناخد كمية ديال اللوز كنحمرها مزيان بالقشرة ديالها مثلا كنت اخدو نسكس ديال اللوز كتتحمرو بالقشرة دياله مزيان سافي وكتحنوه مع القديل سكر ساني ده كعتاكم حد شكل بحلب خاليني كعتاكم حد لابات ديال اللوز ممكن نطيفوها اخواتي الخالط قبل ما يغلق يعني مني كننضيفو الحليب بارد مع الفلون كنزيدو لي ذاك الكمية ديال اللوز ونخلطو مزيان مني كنحيدوهم فوق البوطة كنزيدو ليهم ذاك العلبة ديالي يوغورت اللي قتليكم صافينا قد نفرغ انا اليوم اخليتو غير عادي مني تطفيه لالوز لوالو اخويس الخالط ديالي قد نخليم حتي بردو هكا فوق البوطة جي من بعد قد نخرم تلاجي يكملوا البرودية ديالهم وما قد لفلون هادا عادي في الاقل خاصة احد اربعة سواية ايه اربعة سواية ايه يعني باش يبرد واشد الرسوم زيان ما درنا في الانشاء ما درنا فيه والو ما غدين بشهودة بلا الوصفة اللي ايه قد نقول لكم مملحة لكن اه واحد ام مملحة خطيرة جدا برد كون جربوها المعتمدة عندي في الزفر مدان لانها ما كنت اخوش حد مجهود وقد اعطي كمية كثيرة وسهلة سهلة سهلة يعني السيدي ممكن ان تقرب ادى المغرب وتصيبها بكل بساطة يعني وقدش شي صحية ومغدية فيها بططة حب بططة كبيرة يعني ناخد بططة كبيرة نسلقوها بالقشرة ديالها من بعد كان نقطعوها غدا نضيف وليها نسكاس نخلط زيت وزبدة اهنا غدا نخدموه بحوجات اليوم صحيين لهذا انا يقدر الزبدة من اصل حيواني مع زيت العود انتو ما ممكن تديرو لما بغاش ما عندو مشكين مع المسائل الصحية ممكن ادير زيت النبات هي انا يعني زيت العود مع الزبدة دات شوية ديلتو مغبره جوبيضات وعندي خمسة مع القبر عامرين ديال فارينا فارينا البنت اللي يستولوني زينب من كالشريع شوف نقول لكم انا كان نكيلها فارينا ديال بلدية ديالنا تتكيلوها تجيبوها غسلوها شمسوها وديوها للطحن ونطحنوها هذه هي فارينا اللي ختم بها بها البطبوط وكذلك قد نخدم باعداد مملحة بشكل صحي ونحتاج واحد مئتين وخمسين قرام ديال الحليب في كاس ولا في خلط كاربائي قد نديرو ديال بحبة ديال البطاطا قد ندير ربعة ديال الحليب قد ندير نسكس ديال عما بخلط زيت وزبدة شوية ديلتو مغبره وجوز بيضات شوية ديال ملحة وشوية ديال البزار ضروريين نسمو بهم عاد الخاليط هذا وغادي نحتاجوكم مثل مع القبار ذيال آآ فارينا كيف مما قلت لكم غادي ناخدو هاد المكونات كلها اللي بغاية ديال الفورس يديرو ما عنده ما عنده ما كيناحتشي اشكال كل واحد كي يدير داكشي اللي كي يناسبوه نفس الطريقة ونفس المقادير التبتوع اليوم يعني نفس نفس المقادير غادي نخدمو بهم سواء ناخد منا بفارينا ولا اخد منا بالفورس نخلط هاد المكونات كل همزين فخلط الكهربائي ساكد عطينا واحد الخاليط على هاد الشكل هادا كيف مما قد تشوفوا معايا انا هنا اضفت لي واحد شوية ديال الخضر المجفع ففقط اضافة اللي ما بغاية ما يديرها اللي عنده يديرها ولي ما عندهش بلاش ماشي شي حاجه اللي غادي تغير لنا الوصفة غادي ناخدو الدبدة بصيبنا الخاليط غادي مشيو الحشوة عندي صدر ديال جنج خديت قطعت مكعبة صغيرة جدا بصلا شوية ديال فلافل واحد شوية ديال تمور ربيع و الحامض مصير شوية ديال سكنجبير هادو كانوا متحونين هما اللي خدمت بيهم غادي نشحر هاد المكونات كل ها شوية ديال الزيت البلدية بالنسبة للمحشوة اللي بغا يدير الكفتة يديرها بنفس طريقة شحرها مع البصلة والفلفلة وزيت شوية ديال معجوم الطماطم اللي بغا يدير الطون غادي شحر البصلة مع الفلفلة مزيان حتى يبغي يطفي ويضيف شوية ديال الزيتون ويضيف الطون حتى بالطون تتجيب بني ينال بنيت انا كتعجمي شخصيا بالطون نبغا يدير مثلا كروفيت نفس طريقة ديال الطون كي يشحر البصلة مع الفلفلة مزيان ويضيف الكروفيت في الاخير لانك تعرف الكروفيت كي يطفي غرف الصد ويضيف باقي المكونات لها ديال شوفوا معي في الوصفة بالنسبة للتوابيل غادي نحتاج شوية ديال قصبر يابس شوية ديال ملحة وشوية ديال بزار هذا الشي اللي عندنا بخصوص التوابيل شوية قصبر حبوب ملحة والبزار وديك الشرمول اللي يدرنا فيها شوية ديال التومه وشوية ديال الربيع ووحد طريقة صغيرة وورد الحامض مسيّر غير اللوب ديال ووخذيتم تحنتهم وقدرتهم في اللول غادي نضيف دعبة ديك سلسلة طماتم اللي كتكون جاهزة غادي نضيفها وغادي نضيف عليها واحد شوية ديال الكريمة ديال الطبخ غادي تقول يا زيني في حالة ما كان يشعرنا الكريمة ديال الطبخ هنا ممكن تستغنوا عليها كيف ممكن تعوضوا هاد الكريمة هاد يحفوان ديال ما تنقول لكم إلا ما عندكمش الكريمة في الحشوات خوضوا ربيع كاس ديال الحليب وطحنوه مع واحد ثلاثة الفرماجات ولا اي نوع ديال الجبن عندكم ديال الحك ها هو عندكم الكريمة وضيفوه لخالط في التالي سوف نخليها ديال الحشوات تنجف مشي بزاعة شوية وغادي نطفع عليها وغادي ناخد واحد ضلطة اللي بعد نمشي ندهنها بالزبدة وندير لها شوية ديال الطحين باش ما تلسقش ليها وغادي نفرغ فيها الكمية ديال الخالط لي عندي تلوت ديال الكمية ديال الخالط لي عندي والتلوت الاخير وحلق ذاك الشي اللي بقالي نفرغوه من بعد ما غادي نديرو الحشوة كان اي طالي مزيان ذاك الخالط الي عندي ديال البيض والحليب وطاطا وغادي نفرغ فخ منه الحشوة حاول نوزع ذاك الحشوة على جميع اللطاء يعني فوق ذاك الكلابات اللي درنا في اللول غادي نديرو داك شوية ديال الفرماج ونعود نفرغ ما تبقى من الخليط ونحاول ان ننوزعه بواحد محلقة ولا باش يغطي لي يدك الدجاج ويغطي لي يدك الفرماج غادي ناخد شوية ديال الفرماج من بعد وغادي نديرو فق منها الفرماج حمر ولا موزاريلا وانا دائما ممكن في الضلقين ما يكون نزيج ما قيل موزاريلا والفرماج حمر او فرماج حمر بوحدته اشعكا كي جينا بني لانا كما ديما تنقول لكم ان الفرماج موزاريلا بوحدته مع مر واعدة يكون ذاك البنة اللي بغيته ديما لانا هو واحد الفرماج اللي كيعطينا التعليكة ويعطينا اللون لكن ما كيعطيناش لبنة ديما خسنا نرسوه بشي فرماج اخر اما امونطال اما فرماج حمار اما اما وكل اموية من الحساب الرغبة وبرمازون والايوان ديك اي نوع تيا الفرماج كي عجبكم حاولوا تهرسو به الموزاريلا غادي ندخلو الفرن طيب اعلى سخون من قبل في مكان طيبو البيتزا ديان الفرن كيكون شوية سخون من قبل طيب قد دخلو له لطا وكتب اعلى ميوو 8 مانا اعطكم القياس دياللطا فصندوق الوصف لبنات باش احكا الابنات كان الناس كان عائلات كان الناس يكونوا غير جوج افراد ولا تاتة الافراد وكيبغو اضعوا غير نصف الكمية فانا غد نعطيكم القياس دياللطا وانتم هذه قصعة تشوفوا بغيتو تديرو نصف الكمية ممكن تديرو نصف الكمية حتى نصف الكمية غدنكتبها لكم في صندوق الوصف يعني مثلا بغيتو تديرو غير ما تديروش نعطي لكم المقادير البيضاء وباقي المقونات وحتى المعارقة تقريبا ديال الدقيق لا تنسوش تخمارة البناء تراها الدقيق مخلطة معها خمارة كي اسمي خميرات الحلويات المقادير سوف نخلي لكم صندوق الوصف سوف ندخل كما قلت لكم هاد اللطة فرانسخون سواء ديال الغاز ولا ديال الطن على 180 درجة نشعل عليها انايال تحت الفوق لكن ديما نقربها من رفل تحتاني ونخلي احتكى الطيبة على خاطرها من بعد كنناخد واحد السكين هي باش كنعرفها وستطابط ناخد واحد السكين وغادي كما كندير مع الكيكا الى اخرج ناشف كنعرفو صافره هاخدات القياس دياله في الطيب الى اخرج باقي شوية من الدي نعرف بلارة باقي خاصة هالطيب ده بغد امشي والواحد الشربة هي صحية واناك تعرفوني من عشاق الشربات الشربات من الحويجات اليما كنعتبرهم ضروريين عندي في رمضان ولا بلا رمضان يعني ضروريين بالنسبة للشربات سواء العشاء ولا الفطور ولا يعني ايش خزايا هي ضرورية جدا قد ناخده قرعه حمراء انا اخذتها خليتها بقشرة قطع تطريفات حبات ديال النفل حبات ديال خيزو جوج حبات ديال بورو واخديت واحدة العريش ديال الكرافس راوريته لكم ونشحرد مكونات كل امام علقة كبيرة ديال الزبدة كما نقول لكم ان السر ديال الشربات انكم قد شحروا مزيان ماشي كننا قد نقطع الخضراء نخفو عليها لما نقولوا صافيحنا صيبنا شرب الله ضروري ما الخضر خاصها نسطوها مزيان معلقة ديال الزبدة لما كنضيف واحد معلقة صغيرة ديال اهنا يا انا يا دل شوية ديال اه العطرية ديال الحوت ببيضة شوية ديال الفزار صافيحو كندر شوية ديال الملحة وغادي نمرق عليها القياس اللي غادي غطي لي الخضيرة يعني ما داش نكتر الماء القياس اللي قد غطي لي الخضيرة صافيحو انطفي لي الى ما بغيتوش تديرو الى مثلا عندكم اه هذا عندكم اه المرق ديال السمك ممكن تضيفو هالبناس الناس اللي بغوا دفو ديال الزبدة يلتحوه وتولا كيبقى مسألة اختيار اللي بغا يضيفها يلفانا شخصيا مكان ديال عش صافي غادي نمرق كيف ما غادي تشوفوا معي غادي نخويل القياس ديال الماء اللي غادي اغطي لي الخضيرة نخليها عشرين دقيقة بالضبط من فوتاج ما خاص تيك الخضرات طيب تتهرة اه باش تبقرين شوية منفاعه عشرين دقيقة ونطفي عليها وغادي نطحنها من بعد ما غادي نطحنها عندكم الاختيار اما غادي تضيفو لها شوية ديال الكريمة تغلاص تضيفو لواحد شوية ديال الكريمة وطفيو اما نطحنها او قد اخليها وقا نطحنها كا نضيف لها وحد شوية ديال الكريمة او لما عندوش الكريمة ممكن بني بدي يطحن يضيف حتة القطع الفرماج و يقدمها بصحة و الراحة نضيف السلطة السلطة من السلطة القدام السلطة الزمانية التي كبرنا بهذه البطاطا نأخذ بطاطا نسلقها مقطعها مقعبة نسلقها نضيف لها حبة الماطيشة نضيف لها خصم قطع عندنا زيتون و نضيف لكم شوية الفلفلة مقطعها اما حمراء ولا خضراء أو الليمونية و نجمعها بلاسوس نخلطه في الخلط الكهربائي علبة الطون ملقة صغيرة المطارد شوية البصلة و رص البصلة تقريبا صغير الزيت البلدية الملحة والبزار و الخل نجمع بهم نخلطهم مع السلطة علبة الطون ملقة صغيرة الملحة والبزار معلقة صغيرة المطار و زيت البلدية و خلطة نطحنهم محتوما مع الخليط و نضيف خلط و نضيف خلط و نضيف خلط و نضيف خلط و بعد ما خرجناها من تلاجة زوبغتها كل من الحمر و من شوية الكراميل شربة سعناتها من بعد ما طحنتها كل من شوية الكريمة نخلطه ثغير لحلقة نضيف خلط تقريبا اما المملحة دينا فهي تجي رائعة لبناتك تجي فنان شاء الله تجربوها تجي زوينة خفيفة خفيفة يعني ماشي ماذا نقول لكم بحل البيتزا لانا هي تجي اخف من البيتزا كتجي خفيفة بزاف ان شاء الله تجربوها وتردو عليها الخبار وبالنسبة للمخيطو ديالي فخوي غوج فرع سبق وحضرت معكم هذا رمضان ارجعوا للقناة للفيديوهات تحت فرمضان فهو كينينين